إصرار أمريكي على المضي قدماً في مشروع بناء ميناء بحري عائم قبالة سواحل غزة هذا الإصرار تجلى بتأكيدات متلاحقة على لسان المسؤولين الأمريكيين بالشروع في إنشائه والعنوان الأبرز مزيد من المساعدات إلى غزة لكن الغريب أن أمريكا وأطرافاً إقليمية ودولية تبدي جدية كبيرة في موضوع الميناء العائم رغم أنه يحتاج وقتاً لإنجازه يقدر بنحو شهرين ناهيك عن أن واشنطن وأوروبا أكدتاً أن الميناء يعد أقل فاعلية من المعابر البرية الموجودة أصلاً فيما يتعلق بإيصال المساعدات العاجلة والكافية لسكان القطاع بينما تراه أطراف إسرائيلية تقويضاً لحكم حماس ترجمة نانسي قنقر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين يؤكد أن الممر البحرية إلى غزة ليس بديلاً عن الطرق والمعابر البرية في إيصال المساعدات لكنه يشدد على المضي أو مضي بلاده قدماً في إنجاز المشروع مطالباً في الوقت ذاته إسرائيل بفتح أكبر عدد ممكن من نقاط الوصول إلى القطاع المحاصن موقف مماثل عبر عنه الاتحاد الأوروبي أيضاً بقوله أن تدشين ممر بحري أو الإسقاط الجوي لن يغنيه عن فتح مزيد من الطرق البرية لإيصال المساعدات كذلك قال وزير الخارجية القبرصي أن هذا الممر لا ينافس طرق المساعدات الأخرى وليس بديلاً عن الطرق البرية مواقف دولية تأتي في وقت تسود فيه حالة من الترقب لوصول سفينة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة أوبن آرمز الإسبانية غير الحكومية وذي كيتشين وورد سنترل إلى ساحل غزة لترسو تحديداً مقابل شارع الرشيد شمال غرب مدينة الزهراء وفق ما ورد من معلومات السفينة التي أبحرت من ميناء لارانكا في قبرص تحمل مئتي طن من المساعدات والأغذية كما ستلحقها مساعدات أخرى سترسل من قبرص إلى غزة في الأيام المقبلة عبر طريق بحري جديد يجري اختباره بحسب ما أعلنته لارانكا في حين أفادت مصادر محلية في غزة بنقل مكعبات إسمانتية في سياق خطوات لوجستية مرتبطة بميناء غزة المؤقت الحال أن القائمين على فكرة الميناء لم يقدموا إجابات واضحة بشأن طريقة توزيع المساعدات وتأمينها في ظل حالة فوضى نتجت عن مشهد كارثي إنساني في القطاع تسبب به الاحتلال الإسرائيلي بينما تضع التصريحات الواردة من تل أبيب بخصوص الميناء مزيدا من علامات الاستفهام وأحدثها تصريحات وزير الأمن أفدالنت الذي قال أن وجود الميناء سيقوض حكم حركة حماس في القطاع ومع هموض يحوم حول تفاصيل متعلقة بالممر البحري أكد مسؤول المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات بالاتحاد أوروبي يانيز لينار تشيتيش وجود مجاعة بالفعل في مناطق بالقطاع في حين تعالت أصوات تطالب الولايات المتحدة ودولا فاعلة أخرى بضرورة الذهاب إلى معالجة أسرعة وأكثر نجاعة من الميناء لإغاثة سكان القطاع خاصة أن واشنطن بإمكانها ممارسة الضغط على إسرائيل لفتح معابر القطاع البرية وإدخال المساعدات الكافية باعتبارها وصفة وحيدة لإمقاذ سكان القطاع من المجاعة نبحث في هذا النقاش تطورات الجهود الأمريكية والدولية لإقامة الممر البحري إلى غزة كما نصلت الضوء على أسباب إصرار واشنطن على إقامة الميناء بالرغم من إقرارها أنه أقل جدوى من الممرات البرية بخصوص إيصال المساعدات وفي السياق نتوقف عند أبرز الدوافع من إقامة هذا الممر البحري ومدى ارتباطه بوجوم إسرائيلي محتمل على رفح وما إذا كان خطوة متصلة بترتيبات ما يسمى باليوم التالي لحرب غزة وفق بعض التحليلات نناقش أيضا تفاصيل الميناء غير المعلنة حتى اللحظة وخاصة ما يرتبط بآليات عمله وكيفية توزيع المساعدات وتأمينها لضمان وصولها إلى جميع المحتاجين لذلك نستقبل من بروكسل جيمس موران الدبلوماسي السابق وزميل في مركز دراسة أسياسات الأوروبية ومن رام الله هاني المصري مدير مركز مسارات للأبحاث ومن القاهرة يكون معنا معتز أحمدين خليل الدبلوماسي السابق سأبدأ مع سيد هاني المصري من رام الله سيد هاني في إطار كل هذه التساؤلات والقراءات المختلفة لما يعترف من كل الأطراف أنه أقل الحلول نجاعة لماذا تقدر أن هناك سعيا واشتراكا في وجهة النظر تقريبا من أغلب الأطراف على ضرورة إنشاء هذا الممر البحري أو الميناء البحري الموقت أول شيء مساء الخير والتحيات إلى كل الأخوة معايا في هذه الورشة وإلى الأخوات والإخوة المستمعين والمشاهدين نحن لدينا مثل عربي ينطبق على قصة الرصيف يكاد المريب أن يقول خذوني هناك ممرات برية منها معبر رفح تقف ورائه آلاف الشاحنات وتمنع إسرائيل دخولها وإذا سمحت بدخول شاحنات تعرضها لتفتيش لعدة مرات ولعدة ساعات وتمنع الكثير من البضائع وبدلا من الضغط على إسرائيل لمنعها من عرقلة التدفق المساعدات الإنسانية حاولت بعض الدول القيام بإنزال جوي عبر المظلات وهذه كانت مسرحية أكثر من ما هي خطوة جدية والآن أعادوا إحياء فكرة الرصيف البحري التي أصلا هي مطروحة سابقا وأوحت المطادر الإسرائيلية أنها فكرة إسرائيلية وليست فكرة أمريكية هذه القصة تدل على محاولة الإدارة الأمريكية تجنب الصدام مع الحكومة الإسرائيلية على عكس ما تدعي بالتصريحات بدل من أن تقول لها أنك تقتلين الفلسطينيين بشكل يومي بمذابح جماعية بالأسلحة الأمريكية وأننا نستطيع أن نمنع تدفق شحنات الأسلحة والزخائر وهذا سيردع إسرائيل لا أصدق وأعتقد لا يصدق الكثيرون أن الإدارة الأمريكية لا حول ولا قوة لها ولا تستطيع أن تضغط على إسرائيل ولذلك يحاولون أن يقوموا بخطوات لتخدع الآخرين يعني مثل مثلا الرأي العام الأمريكي خاصة أن هناك في غضب داخل الولايات المتحدة يعني هي خطوة انتخابية لبايدن أم هناك أهداف أخرى أنت تقول كذا المريب أن يقول خذوني يعني هذا المريب ماذا يريد أن يفعل في نهاية الأمر استراتيجيا أين الهدف هناك عدة أهداف هناك عدة أهداف مثلا ما استمعنا إليه من تصريح وزير الأمن الإسرائيلي بأن هذه الخطوة ستساعد على تقويض حكم حماس لماذا لأنهم لا يريدوا أن تشارك يعني السلطات القائمة أو المنظمات القائمة بعملية توزيع المساعدات بل سيمنعون هذه السلطات القائمة كما سيمنعون الأونوروة وهذا يساعد أيضا على تقسيم قطاع غزة بين الشمال والجنوب لأن هناك في خطة إسرائيلية لتقسيم قطاع غزة ولتقليص مساحته سياسيا وجغرافيا كما أن هذه الخطوة سبق وأن روجت إسرائيل أنها ستستخدم النقل إلى قبرص للتهجير إذا كان التهجير عن طريق الحدود المصرية الفلسطينية تعذر فيمكن أن يفتحوا صغرة للتهجير عن هذا الطريق سمعني أن أطلق من هذه النقطة مع السيد مرسل أكمل جملة أخيرة كما أن إقامة هذه الرصيف يمكن أن يعطي إسرائيل شرعية باستكمال حربها ضد رفح لأن هناك نقض دولي بما في ذلك نقض أمريكي لأي معركة ضد رفح بدون وضع خطة أمريكا أن تجميل العمل الذي يحدث من خلال رصيفها بينما تواصل إسرائيل حربها سيد معتز أحمدين خليل انطلاقا من تعذر التهجير عبر مصر هل تقدر أن هناك فشلا عربيا في فرض دخول المساعدات إلى غزة في حين نفس هذه البلدان العربية تبارك الخطوة الأمريكية بإنشاء المعبة بإنشاء هذا الميناء المؤقت هل هذا الفشل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من يعني انفاذ المشروع الإسرائيلي بمباركة أمريكية لم ينجح عبر البر ممكن أن ينجح عبر البحر مثلا التهجير يقول السيد هاني أولا أشهرك على الاستضافة وتحياتي للضيوف الأعزاء ولك يا سيد نضال أنا أتفق معك هذا يعبر عن فشل عربي تام في التوصل إلى دخول المساعدات بثورة أكثر انتظاما وبالكميات المناسبة لإنقاذ الأهلين في فلسطين وفي غزة المحتلة على وجه التحديد المشكلة أن مثل هذا الميناء ليس فقط يساهم في تدعيم موقف إسرائيل بل هو يرفع الضغط عنها أكثر مما يرفعه عن الفلسطينيين لأن إسرائيل بذلك تحاول تجربة الوضع الجديد الذي تحاول فرضه بعد هذه الحرب وهو احتلال محور في لادلف أو قطع التواصل الجغرافي بين مصر وفلسطين أو قطاع غزة بالتحديد وبالتالي تخصم من دور مصر وتجرب هل يمكن إيصال المساعدات والتحكم فيها بوسطة إسرائيل ومجتمع الدولي بصرف النظر عن مصر فهذا يخصم من الدور المصري وهذا تطور خطير للغاية وعلى نفس الشكل هو إسقاط المساعدات جوا لأن الطريق الرئيسي والسهل والسريع هو إيصال المساعدات برد فكما ذكر أخونا من فلسطين من رمال المثل العربي يقول هناك مثل شعبي مصر يقول فين ودنك يا جوحة فكأنه يعني يصل إلى أذنه من الطريق البعيد وليس من الطريق السهل هذه ناحية النقطة الثانية التي أثرتها يا سيد نيضال بشأن تهجير الفلسطينيين وهذا خطير للغاية دعنا نذكر أن اقتراح الميناء الممر البحري هذا عن طريق كوبروس أول من طرحه هو وزير خارجية إسرائيل في أكتوبر إيلي كوهين عندما طرح هذا الموضوع وأياده رئيس كوبروس وقتها وكذلك أشارت الصحف الأمريكية والإسرائيلية منذ يومين إلى أن نيتنياهو عرضه على بيدن في 21 أكتوبر ثم على الرئيس القوبروس في 31 أكتوبر وبالتالي هي فكرة إسرائيلية وليست فكرة أمريكية وأذكر في هذا الصدد بشأن مسألة التهجير أن وزير خارجية إسرائيل الحالي إسرائيل كادس عندما اجتمع بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عرض عليهم فكرة غريبة للغاية ويعني إن لم تكن خزعبلية وهي نقل الفلسطينيين النازحين إلى جزر في البحر المتوسط يعني لا أعتقد أن الرصيف الأمريكي سيتم نقل الفلسطينيين إليه للعيش فيه كما طرح إسرائيل كادس وكما عقب عليه بوريل ممثل السياسة الخارجية أن هذا الاقتراح يعني فيه إهانة وازدراء للوزراء الأوروبيين وهذا أقل ما يقال لكن هذه الأفكار الغريبة وإن لم تكن المجنونة تشير إلى نوايا إسرائيل بمحاولة عزل القطاع وفرض الحصار وفرض الفوضى حتى تجبر المجتمع الدولي على إيصال المساعدات عن طريقها بل أن إسرائيل وصلت إلى حالة من الإنكار الذاتي إذ أنها تقول أنها ليست هي التي تعطل المساعدات ولكنها قدرة المنظمات الدولية المحدودة على تمدير المساعدات عبر نقاط التفتيشة الإسرائيلية وهذا ما ينفيه كل من المنظمات الدولية بالتأكيد الأنروا والسكرتير العالم المتحدة وسيجريت كاج الممثلة الخاصة للسكرتير العام لكن ينفيه كذلك أنتوني بلينك وزير خارجية الأولايات المتحدة وكبار مسؤولي للاتحاد الأوروبي الذين يقولون أن هذا الممر البحري ليس بديلا عن الطريق الأسهل وهو الممر البري لذلك يجب أن ننظر إلى هذا الممر بصورة إيجابية للغاية هو يجب أن يكون طريق مكمل أي شيء يصل إلى الإخواننا في غزة هو شيء جيد لا يجب أن يكون موجودا أصلا كما يقول الكثيرون ومن بينهم يعني مراقبون منحزون الفلسطين من العرب وفلسطينيون أساسا بل حتى المقاومة الفلسطينية تعتبر أنه خطر وإنفاذ لمشروع إسرائيل سيد جيمس موران انطلاقا من حديث إسرائيلي في أيام البداية هذه الحرب عن أنها حرب استقلال جديدة وهما يذكر بما يسمي الفلسطينيون النكبة في 1948 وهي السطوة على أراضيهم من طرف إسرائيل ومن محاولة التهجير والتلويح بإخراج الفلسطينيين نحو سيناء اليوم كان سيد هاني وسيد معتز من رام الله ومن القاهرة يذكران فكرة التهجير مجددا إلى جزر أوروبية إلى أي منطقة أخرى عبر هذا الميناء هل لدى أوروبا في تقديرك والدول الأوروبية التي لسنوات ظلت تحافظ على صورة الوسيط في العالم أو المنحاز إلى قيم خصوصا قيم متوسطية قيم تجمعهم بمتساكني الشرق الأوسط هل هناك وعي بأن هذه الفوضى يتم استغلالها لإنفاذ خريطة جديدة وترتيب أمر واقع من خلال الفوضى التي تشابه الحرب التي أسست لما يوجد اليوم على الأرض فيما يتعلق بنزوح الفلسطينيين خارج فلسطين يمكنني القول من دون أي شك أن الأغلبية من الشعب الأوروبي يجدون هذا سيئا للغاية ومرفوضا هذا ضد القانون الدولي وهو ضد القيم الأوروبية وهو أيضا غير مقبول ومرفوض بشكل كامل باستثناء بعض القادة الأوروبيين غير المنطقيين أنا لا أظن أن القادة السياسيين في أوروبا سوف يقبلون هذا الموضوع لا هذا أمر لا يحصل على أي دعم في أوروبا أما المشكلة الأساسية هي كيف يمكن أن نقوم بأي شيء في أوروبا وفي أي مكان آخر لحفاظ على حياة المواطنين في غزة هذا صعب للغاية لأن الاتحاد الأوروبي ومسؤول السياسة الخارجية في ألاتحاد الأوروبي جوزي بوريل قال أن هذا وضع تستخدم فيه إسرائيل المجاعة كسلاح حرب ما نشهده الآن مع هذه الأفكار عن المعابر البحرية والإسقاط الجوي هي مجرد خطوات بسيطة تدور حول المسألة الأساسية وهي فرض ضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية ولنتمكن من إدخال المساعدات للأشخاص الذين يعانون من المجاعة والأوبئة للحصول على ما يحتاجون إليه مع الأسف في أوروبا ولا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى في أجزاء من العالم العربي على سبيل المثال الإمارات العربية هي جزء من هذا الفكرة من فكرة المرفأ البحري لماذا لا يتم تهديد لإغلاق هذا الموضوع وتهديد باتفاقات إبراهام التي وقعت بينهم منذ سنوات الضغط ليس موجودا على إسرائيل القيام بالصواب والوقوف إلى جانب القانون الدولي نحن لدينا قرار محكمة العدل الدولية الذي أيضا تشكل إسرائيل جزءا منها والتي كان واضحا أن السياسات الإسرائيلية الحالية المتعلقة بإنكار حق الفلسطينيين وتأمين الأغذية والأدوية هو ضد القانون الدولي بشكل تام الجميع يعلم هذا الموضوع والجميع وقع عليه وحان الوقت للمجتمع الدولي ومن ضمنها أدوال أوروبية لاتخاذ إجراءات وضغط أكبر على إسرائيل للتصرف بالطريقة اللازمة هذا أمر مرفوض للغاية والسياسات الإسرائيل الحالية مرفوضة نعم هي مرفوضة ولكن مع الأسف شديد ما زالت تطبق وتدعمها فيها الولايات المتحدة سواء بنزول على الأرض كما هو الحال الآن بإنشاء هذا الميناء أو بالدعم السياسي في كل محافة الدولية وبذات الفيتو في مجلس الأمن سأعود إليك سيد جيمس في فكرة لاحقة حول الدور الأوروبي في المنطقة ولكن قبل ذلك سيد هاني المصري هل تشاطر رأي من يقول أن إدارة بايدن تحاول أن تلعب على الحبلين كما يقال من ناحية أن تكسب إلى حد ما صوت العرب والمسلمين في الانتخابات القادمة ولعل التجربة غير ملتزم بالتصويت في ولاية ميشيغان مثال على دور عربي وإسلامي رافض لبايدن في الفترة القادمة في الانتخابات وبالتالي نحن نساعد بين قوسين على لسان بايدن الفلسطينيين من خلال هذا الميناء البحري وفي نفس الوقت إسرائيل من مصلحتها تصفية القضية فليكن ميناء للمساعدة من ناحية أمام العرب والمسلمين ولمساعدة إسرائيل في مواصلة تصفية القضية من ناحية أخرى هل هناك هذه القناعة لدى الفلسطينيين في تقديره؟ تقديري أن الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمؤيدين للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية ليسوا من استزاجة لكي تنطلي عليهم هذه المحاولة للخداع لأنهم يعرفون أن لدى الولايات المتحدة وسائل كثيرة للضغط ويعرفون أن الإدارة الأمريكية أعلنت ولا تزال تعلن أنها توافق على الأهداف الإسرائيلية من هذه الحرب رغم أنها حرب إبادة ولكن هناك خلاف حول الأساليب والتكتيكات وحول تقليل الضحايا يعني تريد للولايات المتحدة الأمريكية ضحايا أقل أي تريد أن تنقذ إسرائيل من نفسها خاصة أن صورة إسرائيل وصورة شركاء إسرائيل خاصة لولايات المتحدة أصبحت في الحضير يعني بعد هذه الحرب التي هي حرب إبادة بكل معنى الكلمة لن تنطلي هذه الفكرة وخاصة أنها حتى قبل أن تبدأ تكشف النوايا والأهداف الحقيقية وهناك انتقاد كبير لها والأساس ما يكشف الحقيقة لا في الشاحنات التي تنتظر على معبر رفع يعني من يريد فعلا أن يحل المشكلة الإنسانية يركز على وقف الحرب لأن أي مساعدات ستصل إلى المحتاجين وهناك قصف حتى للذين يتلقون هذه المساعدات يعني حسب الوكالات الدولية ومنظمات مستقلة أكثر من أربعمائة شهيد وقعوا وهم يتلقون المساعدات وبالتالي هذه المسألة تدل على أن إسرائيل هنا أريد أن أعود معك إلى نقطة تبقى قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة بالضبط بين التكتيك والإستراتيج ربما ابقاء غزة منطقة غير قابلة للحياة وإنشاء معبر يساهم في تهجير الفلسطين بطريقة بين قوسين إنسانية أو ميناء بطريقة إنسانية مع الحفاظ على المعبر مغلقة إنزلات جوية كل هذه الصورة والإخراج هل تقدر أنها استراتيجيا تخدم أهداف عدم إقامة دولة فلسطينية بالتمام أبدا تثبيت ربما احتلال غزة إذا ما أردت إسرائيل ذلك يعني مشاركة أمريكا في الحرب بطريقة أو بأخرى من أجل إنهاء أي حلم فلسطيني بدولة وباستقلال شكرا على هذا السؤال لأنه منذ أسابيع كانت الإدارة الأمريكية تبدو أنها تستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية ثم بعد أن قام نيتنياهو عبر الحكومة أولا وعبر الكنيسة الثانية برفض هذه الفكرة بتصويت 99 عضو كنيسة ضدها سحبت هذه الفكرة من التداول وطرح بعد ذلك خطة من نيتنياهو لاحتلال قطاع غزة تحت مسمى السيطرة الأمنية لمدة عشر سنوات حتى بني جانس وأعتقد أنه لعب دورا سيئا جدا أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة يتحدث عن سيطرة أمنية دائمة لإسرائيل في قطاع غزة ماذا يعني هذا؟ يعني عودة الاحتلال المباشر الخلاف هو من يتولى المسائل المدنية يعني هناك الإدارة الأمريكية تريد أن تقوم السلطة بهذا الدور ولذلك يجري تشكيل حكومة الآن استعدادا لهذا الدور ولكن نيتنياهو يرفض هذا الأمر رفضا باتا لأن أي حكومة فلسطينية تمثل الضفة الغربية وقطاع غزة تبقي باب الأمل أو باب الاحتمال لإقامة دولة فلسطينية هم يريدون حتى إضعاف السلطة في الضفة الغربية وليس تقويتها من خلال مد نفوذها إلى قطاع غزة لذلك لاحظنا الخلاف الذي تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عنه بين رئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيلي لدرجة دفعت وزير الأمن الإسرائيلي أن يقول له بلاش السلطة يا أخي من جيب فلان وعلان كأشخاص منفردين قادرين ويمكن أن يستعينوا بمسلحين وعصابات وعائلات وغير ذلك أعتقد من تجارب جربتها سلطات الاحتلال منذ الاحتلال ولم تنجح روابط القرى وروابط المدن والآن الشعب الفلسطيني أصبح لديه دوافع أكبر لرفض الاحتلال وبالتالي عليهم أن ينتظروا ردود أفعال أعنف إذا لم يفتحوا الطريق فعلا لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية لدرجة أن بعض الخبراء يقولون أنها ما هي إلا مسئلة وقت إلا سيكون هناك يعني يترحموا على حماس والجهاد الإسلامي وسيأتيهم يعمل الضمات أكثر يعني أن ينتظروا أكثر عداءا لهم نعم سيد هاني المصري وصلت هذه الفكرة بشكل جيد وواضح جدا الفلسطيني لن يقبل مهما كان إلا بمزيد من المقاومة بما هذه خلاصة حديثك سيد معتز أحمدين خليل باعتبارك دبلوماسي وتتابع الشأن الدولي والخرائط وتغيير مركز تموقع هناك من يربط ميناء مؤقت في غزة على ببساطة ربما العملية عسكريا ولوجستيا بمواجهة مع الصين وروسيا وبكل ما يحدث كأن الولايات المتحدة تستغل الظرف أيضا لإثبات دورها في منطقة غرب الأطلسي إلى شرق المتوسط ولننسى حرب أوكرانيا وما إلى ذلك هل الخريطة بهذا الاتساع في تقديرك ومرة أخرى ربما لماذا غياب الدور العربي في كل ما يحدث على الأرض يعني الرد المباشر على سؤالكم بشأن ارتباط ذلك بأوكرانيا والصين أعتقد أن هذا تفسير مبالغ فيه بعض الشيء لأن الولايات المتحدة موجودة في غرب أو في شرق المتوسط أنا آسف وفي المنطقة برغم السياسات التي بدأها الرئيس الأسبق أوباما بمحاولة الانسحاب شيئا فشيئا من الشرق الأوسط لكنها موجودة ولها تحالفات قائمة مع دول الخليج ومع مصر ومع دول عربية كثيرة فهذا الربط بين مسألة الصين وأوكرانيا أعتقد أنه والميناء بالذات أعتقد أنه صعب أو مبالغ فيه بعض الشيء أما بالنسبة للمحاولات تهجير الفلسطينيين أو فرض حل للقضية فأعتقد أن هذا الحل يعني غير ممكن مسألة حل الدولتين هذه أعتقد أنها فيلم معادة أو مصرحية معادة يتم إثارتها كلما حدث ما يؤرق الولايات المتحدة وإسرائيل وبالتالي لا أرى أن هذا الميناء يعني يصب في حل الدولتين ولا في عرقلته لأن حل الدولتين أصلا ليس مطروحا بجدية إذ أن حتى الولايات المتحدة والاتحال الأوروبي عندما بدأوا الحديث عن حل الدولتين منذ ثلاثة أشهر ذكروا أنهم سيتخذون إجراءات لا رجعت فيها قبل رمضان وهقد جاء رمضان والحرب متزال قائمة وموقف الولايات المتحدة كما أثار السيد المصري من رمالة أنا أعتقد أنه يلعب على حبل واحد وهو حبل إسرائيل أكثر منه حبل الدول العربية ودور الدول العربية الذي سألتني عنه يا سيد نضال هو للأسف دور الممول إذ نرى أن عددا من الدول الخليجية هي التي تمول مسألة الممر البحري ولذلك تتحمس لها الولايات المتحدة والأوروبا لأنهم لا يدفعون شيئا من يدفع هي الدول العربية الغنية باختصار هل هي حركة على رقعة الشطرانج حركة مفاجئة لإرباك ربما حسابات الجميع في المنطقة في رأيك مسألة الممر البحري تقصر لا أعتقد أنها مفاجئة لأنها ذكرت من قبل الإسرائيليين وتبنيها أمريكيا وأعلانا بهذه السرعة إعلانها بعد شهرين وستصارق شهرين ضفيين أنا أرى أنا أقرأها كمصري وكمتابع للمصالح المصرية هذه التجربة لقطع صلة غزة بمصر والخصم من الدور المصري والإجهاز على ما تبقى منه رغم أن الدور المصري كما ذكرنا مسبقا لا يرقى إلى المستوى المطلوب سواء من خلال إدخال المساعدات بصفة خاصة والوساطة التي تتعثر لكننا ما زلنا نحاول لكن هذا الممر يقضي على الدور المصري وكذلك مسألة الإنزال الجوي لأنه يعتبر بديلا عن الطريق الصحيح والسليم بالتالي لابد أن تطرح الأسئلة الآن على القيادة المصرية أو على من يقود الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية العربية بشكل عام سأختم بتأكيد مع ضيفنا من بروكسيل سيد جيمس موران سيد موران مجددا هل في أوروبا هناك اليوم من يستطيع أن يقف في الوسط ويصنع حالة التوازن في المنطقة أم أن الحبل ترك على الغارب كما يقال لفائدة إسرائيل ومن ورائها بتأكيد الولايات المتحدة وربما هذا الميناء المؤقت ليس إلا علامة على أو كما يقال الشجرة التي تخفي الغابة في المنطقة السعوبة في أوروبا هي أن الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء 27 مقسمون بعض الأعضاء اتخذوا موقفا لدعم الشعب الفلسطيني والبحث عن حق تقرير المصير وأعضاء آخرين دعموا إسرائيل فمن الصعب لأوروبا كتلة كاملة بالتصرف بطريقة مدمشة فيما يتعلق بهذا الموقف فيما يتعلق بالمنطقة ولكن هناك أمور يجب أن تقوم بها أوروبا ويمكنها القيام بها وأحدها هي إعادة التمويل للفلسطينيين وهو إذا كان على صعيد الأنروا أو مساعدات الإنسانية أو إعادة الإعمار وحتى مع التساؤلات الأخيرة بعد الإدعاءات الإسرائيلية في دعم أعضاء منها لحماس وهناك أيضا دول أقرت بفلسطين كدولة وأخرون لم يقوموا بهذا وهناك دول مثل إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا ودول أخرى لديهم مناقشات حاليا في البرلمانات للمضي قدما في هذه المسألة ويجب أن يمضي قدما ويجب أن يقر بفلسطين كدولة هذا لا يغير الأمور على الأرض ولكن يمنح أملا وضمانا للشعب الفلسطيني أن أوروبا تؤمن بحل الدولتين وأمر آخر يمكن لأوروبا القيام به ويجب أن تقوم به هو توسيع العقوبات التي بدأتها على المستوطنين الذين كانوا يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية مؤخرا سمي أربع أو خمسة ولكن يجب زيادة الأسماء وأن تكون أوضح لكي تعلم إسرائيل أن أوروبا جدية فيما يتعلق بدعم حل سلمي لهذه المسألة ولكن أوروبا وحدها ليست كافية لقيام بالفرق شكرا شكرا جزيلا لك الأوروبا وحدها ليست قادرة ربما يتجلد دور الأوروبي خاصة في الفترة الأخيرة في الدور الإسباني الواضح مؤخرا وقد تحتاج أوروبا إلى مزيد تدعيم مثل هذه الأدوار أشكرك شكرا جزيلا جيمس موران الدبلوماسي السابق والزميل في مركز دراسة السياسات الأوروبية أشكر أيضا سيد هاني المصري مدير مركز المسارات للأبحاث كان معنا من رامالله كما أشكر من القاهرة الدبلوماسية السابقة سيد معتز أحمدين خليل أشكركم أيضا مشاهدين الكرام على المتابعة إلى اللقاء